السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم عزائي طلبات الصف الرابع الاعدادي درسنا اليوم رح يكون درس السابع بصفحة تسعة وستين بهذا الدرس رح نتعرف على موضوع قواعدي اللي هو استخدام المي والميت استخدام المي والميت وهذه الأدوات بمعنى ربما بمعنى ربما مي أو مايت طبعا الميت هو الماضي مع المي وهي أحدى الأفعال الناقصة اللي نسميها الموضل فربز وتستخدم لإعطاء احتمالية حدوث الفعل في المستقبل هذه معنى المي والميت نجي على القاعدة طبعا القاعدة ناخذها بثلاث حالات حالة الإثبات وحالة النفي والسؤال بالنسبة للإثبات رح يكون عندي الفاعل ومن ثم المي أو الميت وبعدها المصدر مثل ما ذكرنا احنا في دروس سابقة بأنه الموضل فربز يجب أن تكون متبوعة بمصدر يجب أن تكون متبوعة بمصدر سواء كانت بصيغة المضارع أو بصيغة الماضي فإذن في حالة الإثبات بعد الفاعل رح نخلي أداة الاحتمالية اللي هي الميت أو الميت ومن ثم المصدر في حالة النفي أيضا رح يكون عندي الفاعل ومن ثم الأداة وبعدين شنخلي نخلي النوت ومصدر في حالة الكوستشن رح نخلي الميت في بداية السؤال أو المي الميت آي يو هي شيء ات لوي الذي اللي هي الفاعل ومن ثم المصدر وتكملة الجملة وعلامات الاستفهام لسا تعرفنا على المعنى المي والميت والقاعدة الخاصة وش وقت نستخدمها لاحظ عزيز الطالب الأمثلة اللي موجودة أمامك the ocean may be less polluted in ten years شا استخدمنا هنانا؟ the ocean اللي هي الفاعل مالت الجملة هنانا عندي المي ربما البي اللي هو المصدر وتكملات الجملة be less polluted in ten years ممكن أن يكون المحيط أقل تلوث خلال عشرة سنوات فهذا الشيء ممكن من المحتمل أن يصير وممكن لا we might find a cure for a heart disease one day ربما هنانا استخدمنا الفاعل من ثم الميت والمصدر a cure for heart disease one day ممكن أن نجد علاج لمرضى القلب في يوم من الأيام المثال الآخر هنا في حالة السؤال مثل ما نلاحظ might he come for dinner tomorrow هل من المحتمل أنه يجي على العشاء يوم غد هذا بالنسبة لموضوع المي والماء رح نجي نتعرف هسه أنه شلون نحل شلون طريقة الحل في الاختبارات والتماري انتبهوا كل الزين ويايا عزيز الطالب طبعاً هنا do you think do you think ممكن أن أستخدمها هل تعتقد والwill أيضاً للتعبير عن أحداث محتملة الحدوث مثل ما نشوف بالمثال do you think people will recycle their rubbish in the future هل تعتقد بأنه أن الأشخاص أو الناس سوف تقوم بإعادة تدوير النفايات في المستقبل فهذا أيضاً صيغة أخرى إحنا مثل ما ذكرنا أنه احتمالية حدوث الشيء في المستقبل نعبر عنه باستخدام منه استخدام المي والميت لكن أيضاً ممكن أنه أنا أستخدم do you think ويا الwill حتى أسأل عن أحداث محتملة ممكن أصير في المستقبل هذه حالة الحالة الأخرى أنه أنا في حالة وجود it's possible الwill أو الwill not إذا كانت هذه موجودة بالجملة بالجملة المعطاة يعني أنا نطاني جملة وانطاني قدامها مثل ما نشوف بالمثال نطاني جملة وانطاني المطلوب مالتها قدامها possibility باستخدام المي ش راح نسوي هنا في حالة وجود هذه الأدوات اللي هي it's possible الwill الwill not هذه نحذفها هذه الأدوات اللي ثلاثة هنا تحذف ونخلي بدلها المي أو الميت وحسب المطلوب بين الأقواس يعني إذا كان هو محدد لمي أستخدم مي إذا ما محدد لي أستخدم أي وحدة من عدم صحيح أو يمكن يخلي لي ميت حسب هو اللي منطيني إذا نطاني بس possibility احتمالية أي وحدة أستخدمها راح يكون حالي صحيح سواء مي أو ميت راح يكون صحيح لكن في حالة التحديد يعني هنا نسوى محدد لي بالمثال قايل لي possibility عبر عن الاحتمالية باستخدام منه استخدام المي نلاحظ هنا بالمثال من المحتمل بأن أحمد سوف يأتي يوم غد شو نسوي بالحال it's possible that هذه تحذف it's possible that هذه تحذف شو أنزل أخذ الفاعل خليتها بالبداية أخلي المي اللي هو منطينيها بالمطلوب خليت المي من ثم طبعا الول تحذف لأن احنا ذكرنا من موجودة possible والول والول النوت موجودة بالجملة تحذف وأنزل المصدر وتكملة الجملة فراح أصير أحمد may come tomorrow أحمد ربما يأتي يوم غد هذه هي موضوعنا اللي هو استخدام الأداة المي والميت بس رح نجي على التمارين الخاصة بهذا الموضوع أول تمرين اللي هو تمرين A بصفحة 101 هذا التمرين موجود هنا موجود هنا much the beginnings and the endings of the sentences أكمل بدايات العفو بدايات الجمل بالنهايات نوصل بينتهم حتى نكون جملة كاملة الألعاب الأولمبية ربما رح تكون إدنا ويا حرف C take a place in our country in four years ممكن أن تقام في بلدنا خلال الأربع سنوات الناس أو الكثير من الناس سوف يستخدمون الإيميلات لذلك ربما لا تكون هناك حاجة للهواتف بسبب نمط حياتنا الأكثر صحي ربما هناك لا نحتاج إلى أطباء في المستقبل التمرين اللي بعده تمرين بي صفحة 101 وهناك هناك المطلوب منطيني أنه أستخدم المايت والمايت ناوت لأكتب الجمل بهذه الأداة ومن ثم أنطي السبب من المحتمل أنه الناس لا تعيش أطول وهناك العبارة أو التكملة الثانية لسه رح نجي نتعرف شون نحلها هناك رح نخلي مثل ما ذكرنا إنه تحدث نخلي الفاعل هذي مثال عليها من المحتمل إنه الناس تعيش أطول وحياة صحية ليش لأنه الأدوية تتطور بسرعة النقطة الثانية من المحتمل بأنه التدخين سوف ينتهي أو يتوقف بشكل كامل قريبا فهنا هذه تحذف سموكينج ننزلها الول تحذف نخلي مايت وننزل الفاعل وتكملة الجملة بعد ما نكمل الجملة شو نخلي نخلي لأنه طالب من عندي إنه أنا أنطي سبب وأنزل السبب ماتي الناس لا ترغب أو لا تريد الموت بأمراض القلب ثلاثة ثلاثة يعني يعني أنه من المحتمل الناس سوف لن يزيد وزنها في العشرين سنة القادمة لأنها رح تقوم بإداء التمارين الرياضية التمارين اللي بعد أيضا هنا لدينا الاختبار اللي هو صفحة 110 تمارين أكتب جمل حول ما هو محتمل وما هو غير محتمل في المستقبل وأيضا نضيف سبب هذه اللاحظ مثل التمارين السابق منطيني هنا أنا هذا فاعل لأنه رح تكون عندهم أنظمة صحية لأنه لأنه من المحتمل أنه الكوكب يكون أقل تلوث بسبب أنه سيارات تتجح أنه تكون أنظف أيضا لنا نستخدم المحتمل خلينا لبي المصدر النقطة الثالثة We not have to use telephone لأنه رح نخلي الوي خلينا الميت لأنه وخلينا بعد هالنط We have to use telephone because everyone will use email لأنه كل شخص رح يستخدم الإيميل هذا التمرين بصفحة 110 تمرين أيضا بخصوص ترتيب الإحتمالية وعدم الإحتمالية في المستقبل هذا ما يخص موضوعنا لهذا اليوم نلتقي إن شاء الله في دروس قادمة بإذنه ودمتم بأمان الله